الأطباء فقدوا الأمل بعد مجهوداتهم الكبيرة في محاولة علاج هشام، وخديجة تقول بأن الأطباء قالوا كلامهم مع كامل احترام وتقدير لمجهوداتهم، ولكن أملي في الله سيستجيب دعواتي. إذا كنت مسلماً فاضغط علامة إعجاب لهذا الفيديو وادعي مع أخينا هشام بالشفاء العاجل، فمثل هذه الأدعية تساهم في تهدئة النفوس وتعزيز الأمل في الشفاء. نشرت المؤثرة المغربية خديجة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، تدوينة مؤثرة تتحدث فيها عن آخر المستجدات عن حالة زوجها هشام الصحية، والتي تعيش معها لحظات صعبة بسبب تدهور وضعه الصحي. كتبت خديجة في تدوينتها، أعذروني على هذه الغيبة، أطلب منكم الكثير من الدعوات، أرى رسائلكم، أريد أن أقول لكم لا تخافوا علي، أنا كل يقيني في الله بأن هشام سيصبح بخير. الأطباء يقولون كلامهم مع كامل احترام وتقدير لمجهوداتهم الكبيرة، ولكن علمهم محدود أمام قدرة الله عز وجل، ولكن أملي في الله، سيستجيب دعواتي ودعواتكم. ربي يعرف أنني لا أقدر على العيش بدون زوجي هشام، إن شاء الله هشام سيصبح بخير، عندي إحساس قوي، سيأتي يوم وأقول لكم تغلبنا على مرض السرطان، بإذن الله. كلام خديجة يعني بأن الأطباء قد أخبروها بأن حالة هشام قد وصلت إلى مرحلة متأخرة لا يمكن علاجها، بعد جهودهم الكبيرة في محاولة علاج هشام، أبلغوها بأنهم فقدوا الأمل في حالته. إلى أن خديجة ما زالت متمسكة بأملها الكبير في الله سبحانه وتعالى، هي تؤمن بأن قدرة الله تفوق كل شيء، وأن علم الإنسان مهما بلغ فهو محدود، ولا يمكنه الوقوف أمام مشيئة الله وقدرته على الشفاء. ومع ذلك، فإن خديجة تظهر قوة إيمان غير عادية وتطلب من متابعيها الدعاء لزوجها، مؤمنة بأن الله قادر على تحقيق المعجزات، وأنه سيستجيب لدعواتها ودعوات المحبين لهشام. في ختام تدوينتها، تركت خديجة رسالة قوية لمتابعيها، مفادها أن الأطباء رغم كل ما يبذلونه من جهد وعلم، يبقون تحت حدود قدرة الله عز وجل، وأن الأمل لا يزال قائما بفضل الدعاء والتوكل على الله، قد يكون الأمل والدعاء هما السبيل الوحيد لمواجهة اليأس.